السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم عامليني ان شاء الله تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نخفي كل معلوماتنا الشخصية على الواتساب بكل سهولة زي ايه مثلا زي اخر زهور ومتصل الان وصورة الملف الشخصي اللي هي الصورة بتاعتك والاخبار او البايو بتاعك وكمان الحالة بتاعتك وكمان علامتين الصح اللي باللون الازرق ازاي توقفها عشان خاطر تقدر تشوف الرسالة اللي انت عايزها من غير ما اتعرف الشخص اللي بعت لك الرسالة انك قرأت الرسالة دي كل ده هنتعلمه مع بعض في فيديو النهاردة ولكن اتمنى منك قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد اول حاجة نعملها هندخل على تطبيق الواتساب وبعدين هنيجي على التلات نقطة اللي موجودين فوقها للشمال هنا هندوس عليهم وهنختار الاعدادات وبعدين هنختار تاني اختيار من هنا اللي هو الخصوصية هنبدأ هنا باول حاجة اللي هي اخر زهور ومتصل للان هندوس عليها كده مع بعض هنا هو جاب لنا مجموعة من الاختيارات يعني تقدر تخلي الكل يشوف اخر زهور ليكم متصل للان او جهات اتصالي او جهات اتصالي باستثناء اشخاص معينين او لا احد خالص ده كده بالنسبة لاخر زهور اما بالنسبة لمتصل الان تقدر تخليها الكل او مثل اخر زهور اللي هي نفس اللي انت هتعمله هنا هيتطبق هنا لو علمت على الاختيار ده يعني هنا لو عملتها على لا احد برضو هنا متصل الان هتكون على لا احد ده كده بالنسبة لاخر زهور ومتصل الان هندوس على السهم ده عشان نرجع خطوة الورا وبعدين ننتقل لصورة الملف الشخصي هندوس عليها كده مع بعض وهنا نقدر نحدد اللي احنا عايزينه لو عايزين الكل يشوفها او جهات اتصالي بس او جهات اتصالي باستثناء اشخاص معينين نبدأ نحدد اللي احنا عايزينه وبعدين هندوس على السهم ده للرجوع وبعدين هنيجي هنا للاخبار برضو هنحدد اللي احنا عايزينه من هنا لا احد او الكل وبعدين هنرجع تاني نروح للحالة هندوس عليها مع بعض وبعدين هنا بالنسبة للحالة لو علمت على الجهات اتصالي كل جهات اتصالك هيبدأ يشوف الحالة او الستوري اللي انت هتنزله على الواتساب اما لو عايز اشخاص معينة بس ما يشوفوش الستوري بتاعك فهتعلم على تاني اختيار اللي هو جهات اتصالي باستثناء انما لو عاوز تنزل حالة واعاوز اشخاص معينين بس هما اللي يشوفوها هتعلم على الخيار الاخير ده اللي هو المشاركة فقط معه هتدوس عليها وهيبدأ يجيب لك جهات الاتصال بتاعتك وتبدأ تحدد منهم الاشخاص اللي انت عاوزهم يشوفوا الستوري بتاعك بعد كده هندوس على السهم للرجوع تاني ونيجي هنا لاخر حاجة اللي هي مؤشرات قراءة الرسائل ديات في الغالب هتكون مفعالة معاك لو دست عليها كده وقفتها بكده اي حد هيبعت لك رسالة هتقدر تدخل وتشوف الرسالة ومش هيظهر للشخص اللي بعت لك رسالة انك شفت الرسالة بتاعته وبس كده بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو اي حد عنده اي سؤال يقدر يكتبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليه على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة